هنا وقبل أكثر من 11 سنة اخترقت أربع رصاصات جسد المعارض والمحامي البارز شكري بالعيدة لتنطلق رحلة هيئة محاميها في الكشف عن منفذ أول اختيال سياسي في العصر الحديث بتونس حتى الإعلان الإربعاء عن أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن في حق المتهمين الرضا هو على الحكم في حد ذاته وقع الحكم لأنه عشر سنوات من تسويف عشر سنوات من الأخوان المجرمين اللي كانوا بسيطين على فاصل الدولة كانوا يعبثوا بالقضاء عموما اليوم ثم إرادة سياسية صادقة وثم قضاء عادل وحرفي وتعامل مع الملف بجدية كبيرة وبالتالي نحن فرحانين فعلا كعامة التونسية هو الحكم على المنفذين مزالت الملفات لأنه المجلة الجزائية التونسية والسلطة اللي كانت حاكمة بقيادة الأخوان في تونس عملوا على تفكيك الملف إلى ملفات منفصلة عن بعضها البعض اليوم صدرت الأحكام فيه من نفذوا ولكن عن قريب بيش تبدأ الجلسات من خططة ومن دبرة ومن مولة ومن أخفة لأنه يلزم الناس كل يعرفوا أنه اليوم فما سياسيين فيهم بطاقة إيدعب السجن في قضية الشهيد شكري بلعيد وشهيد محمد إبراهمي بما فيهم رجل الغنوشي نفسه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد بدورها تتهم حركة النهضة بالوقوف وراء جريمة الإختيال وتعمل على فتح بقية الملفات التي تؤكد ارتباطها بالمجموعة المنفذة لكشف توروتها في دعم الإرهاب والتستر عليها أحكام طال انتظارها من عائلة بلعيد وكل تونسيين بسبب العرقلة التي شهدها الملف لأكثر من عقد من الزمن في انتظار الكشف عن كل تفاصيل الجريمة ومدبرها وفقا لهيئة الدفاع نسرين حمداوي الحدث تونس